مرة تانية صباح الخير وجولة صحفية سريعة في اهم معنوين الصحف الصادرة صباح اليوم نبدأ جولتنا الصحفية من جريدة اليوم السابع الرئيس يستقبل وفدا شبابيا ويشيد بظهور الالترس بمجوارات الاهلي الاخيرة اكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اهمية تفعيل دور الشباب والمشاركة في الحياة السياسية مشيرا خلال لقائه صباح امس الاثنين مجموعة من شباب المبادرات المجتمعية لان مصر تحتاج كل طاقات الشباب خلال الفترة المقبلة واثناء على الظهور الطيب للالترس في الوباراء الاخيرة للنادي الاهلي التي حصل فيها على البطولة الكونفدرالية مشيرا الى انهم قدموا صورة مشرفة لمصر ومؤيدا الحوار معهم تحدث الرئيس السيسي خلال اللقاء عن ازمة القهرباء التي ستواجه مصر خلال فصل الصيف المقبل مشيرا الى ان مصر ستحتاج مبالغ ضخمة لحل الازمة في الفترة المقبلة مؤكدا اهمية التواصل مع جميع المبادرات وتقوية دور المجتمع المدني محلب الرئيس امر بنصف المعوقات وتوفير الخدمات في سيناء عقد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا امس لمتابعة جهود تنمية سيناء وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتعليم والصحة والاسكان والتضامن الاجتماعي والموارد البشرية والري ومحافظي جنوب وشمال سيناء ورأساء عدد من الهيئات والجهات المعنية في بداية الاجتماع اكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان هناك تعليمات مشددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بنصف المشاكل والعوائق التي تواجه توفير الخدمات المختلفة بسيناء او تعترض تنفيذ مخططات التنمية ودفع العمل في المشروعات المختلفة والتنصيق بين الجهات المعنية ننتقل الى جريدة الوطن ونقرأ منشات بعنوان عدوى اغلاق السفارات تنتشر كشفت مصادر امنية رفعة المستوى عن ان تقارير استخباراتية وامنية بريطانية وراء اغلاق السفارة البريطانية في مصر واضحت ان جهاز الامن الوطني توصل الى معلومات عن اعتزام مجموعات ارهابية وعدد من العناصر الارهابية من سيناء تنفيذ عمليات نوعية خاصة ضد سفارات الدول التي تشارك في الحرب على داعش في سوريا والعراق تحديدا السفارات البريطانية والامريكية والفرنسية كان عدد من السفارات الاجنبية بالقاهرة قد اتخذ خلال اقل من 24 ساعة قرارات بتعليق اعمالها مبررا ذلك بدواع امنية حيث علقت السفارة كندية اعمالها الكنسولية امس اسوة بقرار مماثل اتخذته السفارة البريطانية امس الاول كما حذرت الخارجية الاسترالية مواطنيها في مصر من هجمات ارهابية محتملة ضد المواقع السياحية والوزارات الحكومية والسفارات حبس 26 متهما بالشذوذ الجماعي داخل حمام بخار في رمسيس قررت نيابة الاسبكية برئاسة المستشار محمد حتى امس حبس 26 شابا القيقبض عليهم داخل وقر للشذوذ الجماعي داخل حمام بخار في منطقة رمسيس لمدة اربعة ايام بتهمة ممارسة الفجور تبين من التحقيقات ان المتهمين كانوا يترددون على حمام بخار في رمسيس لممارسة الفجور في حفلات شذوذ جماعي ووجهت انيابة للمتهمين تهم ممارسة الفجور وانكر المتهمون ما نصب اليهم من تهم واقروا بانهم كانوا في حمام بخار للاستحمام ولم يرتكبوا اي جريمة من جريدة الشروق نقرأ وفد وزاري رفيع المستوى يصل بيكين للترتيب لزيارة السيسي وصل امس وفد وزاري مصري رفيع المستوى الى بيكين في زيارة يجرى خلالها محادثات اقتصادية مع الجانب الصيني كجزء من الترتيبات المسبقة للزيارة المرتقبة لرئيس عبد الفتاح السيسي للصين يضم الوافد وزراء الصناعة والتجارة مونير فخري عبد النور الكهرباء والطاقة محمد شاكر النقل هاني ضاحي التعاون الدولي نجلة الاهواني خالد عبد العزيز يؤكد اهمية مشاركة الشباب المصري في الانتخابات البرلمانية اكد مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب ورياضة اهمية مشاركة الشباب المصري في الانتخابات البرلمانية المقبلة تمهيدا لتجاوز نسبة تمثيل الشباب التي حددها الدستور مطالبا الشباب باستغلال كافة الإمكانات المتاحة أمامهم والوسائل التكنولوجية في النجاح في المعركة الانتخابية المقبلة جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب بأماناء وعضاء أمانات الشباب بالأحزاب السياسية الذي عقد أمس الاثنين بمركز التعليم المدني بالجزيرة لتحفيز الشباب على المشاركة السياسية والانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك بحضور 36 حزب ننتقل إلى أخبارنا الفنية ونقرأ من الشروق الرياضي رسميا محمد شوقي يوقع للمقاولون لمدة عام ونصف نجح نادي مقاولون العرب في التعاكل مع لعب الأهل الأسبق محمد شوقي في صفقة انتقال حرة بداية من يناير المقبل وأكد المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي مقاولون العرب أن شوقي يوقع للفريق لمدة عام ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل من جريدة الوطن سبورت نقرأ أحمد عادل يغيب عن الأهلي أربعة أسابيع أثبتت الأشعة التي خضع لها أحمد عادل عبد المنام حارس الأهلي غيابه عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع كاملة بسبب الإصابة في العضلة الأمامية وكان الحارس تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه وسوي سبورت الإيفوري في نهاية الكنفدرالية يوم السبت الماضي والتي توجب بها الأهلي في النهاية من أخبارنا الفنية نقرأ من صفحة الفن لجريدة الوطن 23 ديسمبر العرض الخاص لفيلم زيجزاج في نايل سيتي قال المخرج أسامة عمر في تصريحات لجريدة الوطن أن الشركة المنتجة لفيلم زيجزاج قررت إقامة العرض الخاص للفيلم في 23 ديسمبر الجاري بمجمع سينمات نايل سيتي مؤكدا أن العرض الرسمي للفيلم في اليوم الثاني في جميع دور العرض زيجزاج من بطولة محمد نجاتي، ريم البرودي، ميرنى المهندس، عمر ياسين هلا صدقي عيدة رياض من تأليف أماني البحتوت وإخراج أسامة عمر أيضا من صفحة الفن باليوم السابع نقرأ عمر دياب يسلم ماستر فيديو كليب الجديد جماله للروتانا لعرضه قريبا التقى الميجاستار عمر دياب بسالم الهندي رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أمس الاثنين في دبي لتسليم ماستر الفيديو كليب الجديد جماله لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة ونشر دياب صورة له تجمعه بسالم الهندي على حسابه الرسمي على الفيسبوك وفي النهاية خبر طريف جدا حقيقة كان موجود على صفحات جريدة الوطن وعبد العيل رفع حمارا بيد واحدة في أولمبياد الصعيد لرفع الحمير في مصابقة غريبة وفريدة من نوعها أطلق عليها المشاركون فيها أولمبياد الصعيد كنوع من الدعاية فاز عبد العيل محمود 30 سنة بائع خضار بالجائزة التي تقدر بمائة جنيه بعد أن تمكن من حمل حمار بيد واحدة لمدة أربع دقائق متواصلة تهدف المصابقة التي أقيمت في جنوب الأكسر وشارك فيها سبعة أشخاص إلى قياس قدرة التحمل بين المشاركين الذين يحددون نوع المصابقة ويجمعون قيمة الجائزة بالتساوي فيما بينهم ويحصل عليها متصابق واحد فقط قال عبد العيل الفائز بالجائزة أنه نجح في رفع الحمار الذي يزن قرابة 60 كيلو جرام تقريبا فيما رفع المتصابق الثاني الحمار نفسه لمدة ثلاث دقائق ونصف دقيقة حيث يحتكم المتصابقون لأحد الأشخاص الذي يحسب وقت الرفع على ساعته وأضاف أن المصابقة في حد ذاتها مجنونة وطريفة وتخلق جو من الابتسامة والضحك على وجوه المتفرجين مؤكدا أنها ليست الأغرب بل سبقتها بطولة أخرى يكون فيها المشاركون بمواجهة ألاف الدبابير في عشها ومن يستطيع السمود لوقت أطول يحصل على الجائزة وهو بالطبع أمر بالغ الخطورة حيث لا ينجو جسد المتصابق من لدغات الدبابير كده مشاهدين نكون نصنع لآخر جولتنا الصحفية فاصل قصير مجموعة متنوعة من التقارير من الشارع المصري التباون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر